حذر رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلوت تيريشي من ان اوروبا وبنكها المركزي واجهان فترة صعبة تتطلب من الحكومات اتخاذ اجراءات سريعة لتحسين اوضاعها المالية وادة المخوف ازال اوضاع المالية في دول منطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال وايرلندا واسبانيا الانخفاض بنسبة 15% في قيمة اليورو منذ بداية العام ما دفع المركزي الاوروبي للبدء في شراء سندات حكومية لمحاولة اشعة الاستقرار في الاسواق وطلبت ايشي الحكومات عظم النظر لا اقدام البنك المركزي الاوروبي على اشراء السندات على انه سابين للالتفاف حول المهمة الصعبة المتمثلة في الحد من الانفاق واصلاح الاوضاع المالية العامة